موسيقى موسيقى أكثر من 12 قتيلاً في اجتباكات بين قوات النخبة الشبوانية وقبليين. كيف أصبحت شبوة نفطية محافظة محكومة من قبل الإمارات ووكلائها؟ وما هو مبرر وجود القوات الإماراتية في محافظة محررة بالكامل؟ موسيقى أهلاً بكم نجحت وساطة قبلية في إيقاف الاجتباكات التي اندلعت بين قوات النخبة الشبوانية ومسلحين قبلين من بيت المحضار بمدرية مرخة بمحافظة شبوة. وأشكل وزير الداخلية لاجنة خاصة لبحث هذه الأزمة التي هزت محافظة شبوة منذ صباح الجمعة. وتشهد شبوة احتقاناً عسكرياً وتعزيزات كبيرة لقوات النخبة لا سيما بعد مقتل قائد قوات النخبة جلال بن عجاج في تلك الاشتباكات. شبوة مدينة النفط والغاز تسيطر عليها القوات الإماراتية منذ 2015 وتسيطر على المنشآت النفطية والموانئ الحيوية فيها مع تغييب كلي للحكومة وسلطتها المحلية. كان آخرها حادثة منع وزير النقل صالح الجبواني من الوصول إلى ميناء قناة. فمن يحكم محافظة شبوة إذن؟ إثنى عشر قتيلاً بينهم طفل سقطوا جراء اشتباكات بين قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات وقبائل المحضر بمديرية مرخة سفلى بشبوة. قوات النخبة قالت إن الهجوم كان يهدف إلى القبض على أحد الإرهابيين وهو عبيد المحضر والمحضر طفل في الحادية عشرة من عمره. كما نشر صوره ناشطون من أبناء المحافظة. مستنكرين هذه الجريمة التي أودت بحياة المحضر إلى جوار تسعة آخرين. الهجوم الذي رفقه سلاح جو الإماراتي وأسفر عن مقتل قائد النخبة الشبوانية جلال بن عجاج. جاء بعد أربعة أيام من اجتماع بين قيادة النخبة الشبوانية وقيادة المجلس الانتقالي في عدن. وزير الداخلية أحمد الميسري أصدر قراراً بتشكيل لجنة مكلفة بالتهديئة. ووضع حل للمشكلة التي أدت لحدوث احتقال شديد في المحافظة في ظل غياب كبير لدور المحافظة المعين حديثاً محمد بن عديو. مصادر محلية قالت إن هدف الإمارات غير المعلن من هذه الحملة هو السيطرة على مناطق بيت المحضار وما جاورها والتي تعتبر مناطق عبور لأنابيب النفط. تعد شبوى إحدى أهم مخازن النفط والغاز في اليمن وهو ربما ما يفسر تركيز القبضة الإماراتية عليها حيث تسيطر الإمارات عبر قواتها ووكلائها المحليين على جميع المنشآت النفطية. القوات الإماراتية هذه منعت قبل أشهر وزير النقل صالح الجبواني من الوصول إلى ميناء قناة الاستراتيجي وعادته من النقطة الأمنية ليتجه شمالاً نحو الحدود السعودية ويطلق تصريحات غاضبة بشأن أين ذهبت السيادة. نهج الهيمنة والإذلال تمارسه الإمارات في اليمن على مختلف الأصعدة حيث منعت مؤخراً وزير الشباب والرياضة اليمني نايف البكري من حضور حفل افتتاح بطولة كأس آسيا التي تشارك فيها اليمن الأمر الذي استنكره ناشطون ولم تستنكره الحكومة الشرعية. إذن مشاهدين الكرام في هذه الحلقة سيكون معي الكاتب والباحث خالد عقلان هنا في الاستوديو وسينضمعوا آخرون عبر الهاتف. مساء الخير السيد خالد. إذن قرابة عشر من الضحايا نتاج هجوم شنته قوات النخبة الشبوانية على قبيلة المحضار وهي قوات معروفة أنها تابع الإمارات. ومصحوبة أيضاً كان الهجوم بتحليق هيلو كابتر جريمة أخرى تضاف لسجل العنف الإماراتي في المحافظات المحررة. كيف تعلق على هذا أو على هذه الحادثة؟ أهو مؤسف يعني لم يعد هناك فارق بين ما تمارسه الإمارات في القنوب وما يمارسه الحوثي في الشمال. الحوثي والإمارات يمارسون جرائم حقيقية بحق الشعب اليمني. بالأمس ارتكبت الميليشيات المدعومة إماراتياً والتي كانت في البداية هذه العناصر هذه الميليشيات هي كانت من العناصر الإرهابية التي تم استيعابها في الميليشيات التي سحبت البساط من تحت السلطة الشرعية في المناطق المحررة. أمس مجزرة ارتكبتها هذه الميليشيات في شبوى ورح ضحيتها أكثر من عشر أبريا من أبناء القبائل من ضمنهم أطفال. وفي هذا اليوم مساء تقترف ميليشيات الحوثي في تعز مجزرة أخرى ترح ضحيتها إمرأة وطفلين وأكثر من خمسة عشر قريح. فبالتالي نحن أمام عدواناً متكاملاً تقوم به ميليشيات الإمارات في الجنوب والمناطق التي نقول أنها محررة ويقال أنها محررة وأخرجت منها ميليشيات الحوثي. وكذلك ما تمارسه ميليشيات الحوثي الإنقلابية في تعز وفي المناطق الأخرى التي تخضع تحت سيطرتها. فنحن أمام عدواناً داخلياً تقوم به ميليشيات الحوثي وعدواناً خارجياً تقوم به الميليشيات الإماراتية. وقبل ذلك كان هناك عدواناً على قبل أيام أو اشتباكات في المهرة ما بين القوات الميليشيات المدعومة السعودية ما بين قوات الحكومية أو قوات القيشة اليمنية أو قوات الأمنية اليمنية. فبالتالي نحن أمام مشهد يتقلى بشكل واضح أن هناك تكامل لأدوار الإمارات مع الحوثيين في أولاً سحق الشرعية وإنهاء الشرعية وتصفيتها. والعجيب أننا لم نعد نسمع صوتاً للشرعية. هنا نستطيع أن نستنكر هذا الأمر ونستغرب هذا الأمر. أما المسألة العدوان الحوثي الداخلي والعدوان السعودي الإماراتي الخارجي أصبح أمراً واضحاً جلياً للعيان مرة سنوات. ما الذي ستستفيده الإمارات من إثارة هذه المشاكل والجرائم؟ أيضاً مع أهالي والاستضام مع أهالي العديد من المناطق. آخرها ما حدث في مديرية مرخى في شبوة. الإمارات أولاً تريد تكرار سيناريو عدن في شبوة. ولا تريد أن يكون هناك استقراراً من خلاله. يمكن أن يكون هناك أمل في عودة السلطة الشرعية لتمارس صلاحياتها من على الأرض. وبالتالي حينما تعود الدولة لتمارس صلاحياتها على الأرض وتعود مؤسساتها سواء مؤسسات الدستورية الممثلة بالبرلمان وتعود الحكومة بشكل فاعل ويكون لها صوتاً واضحاً لا نعرف إطلاقاً أي حكومة في العالم التي تتدخل في السياسة للأسف الشديد. الأخ العزيز معين عبد الملك المحسوب على الشباب والذي سيتم المزايدة فيه على الشباب يعني يصرح أنه لا يتدخل في السياسة. ولم نسمع هناك صوتاً تجاه ما يحصل من خروقات سواء الخروقات التي تؤدي إلى سفك دماء اليمنين أو الخروقات التي تمثل انتهاك واضحاً للسيادة ويعني مؤخراً قبل يومين حينما تمنع الإمارات وزير الرياضة اليمني من حضور فعالية افتتاح يعني كاساسيا. فبالتالي نحن أمام استهتاراً واضحاً وأمام تفريط واضح من قبل الحكومة الشرعية بواجباتها ومسؤوليتها من الشعب الميني. هذا من ناحية. من ناحية أخرى الإمارات لا تريد أن يتكرر نموذج مارب الناجح بشبوة خاصة مع المحافظة الجديدة وتريد أن تعيق أي تقدم للمحافظة الجديدة ليكون هناك نموذجاً آخر خاصة وأن شبوة هي أخت مارب فيما يتعلق بالثروة النفطية. شبوة هي همزة الوصل وهي العمود الفقري التي كانت يعني تمثل قسر التواصل ما بين الشمال والقنوم في فترة قبل الوحدة وكانت التداخل الاجتماعي والتداخل القبلي التي ما بين قبائل الشبوة وقبائل المارب وقبائل البيضاء هذا النسيق الاجتماعي المترابط الذي هو يمثل اللحمة الحقيقية والقوية والصلبة التي تعمق وتقدر الوحدة اليمنية ويستحيل بأي حال من الأحوال أن يكون هناك انتصال طالما وهناك تلاحماً اجتماعياً واضح. فبالتالي الإمارات لا تريد أن يكون هناك نجاحاً حقيقياً لشبوة كما هو في مارب خاصةً وأن شبوة فيها ثروات نفطية هائلة وثروة الغاز كذلك الإمارات لديها هدف واضح والسعودية لديها هدف واضح السعودية تدخلها في اليمن يعود إلى أربعينية القرن الماضي وأجهضت حلم اليمنين في مشروع الدولة بالاغتيال إبراهيم الحمدي عبر علي عبدالله صالح وعبر التدخل السافر في اليمن الذي امتد لعقود والتدخل المباشر عسكرياً للإمارات والسعودية في اليمن جاء بعد الانقلاب المدعوم من قبل المدعوم الذي مول من أبوظبي وقام به تحالف الحوثي وصالح هذا التحالف المشؤوم الذي جمع الحوثي وصالح بالانقلاب على العمل السياسية لا يمكن أن يكون لو لم يكن هناك دعماً من الإمارات ومن السعودية وغض الطرف من السعودية ودعم واضح وتقطيط من الإمارات ما كان هناك أصلاً عدواناً خارجياً وما حصل هذا الذي حصل فبتالي نحن أمام مؤامرة واضحة ومكشوفة أن الإمارات لديها أجندة واضحة والسعودية معروف أجندتها منذ أربعين عام الشيء الدخيل والشيء القديد هو الإمارات التي بدأت تمارس نون عن يفوق التصور من البجاحة والغطرسة والعدام أبسط الدبلوماسية الأخلاقية فبالتالي نحن أمام حالة عدمية وحالة لا يمكن أن تفهم إلا أن الإمارات أصبحت أدى لمشروع آخر هو مشروع ضرب إرادة التحول في المنطقة العربية كلها وفي اليمن بشكل خاص يعني بالتدخل الفج في اليمن الذي أدى إلى أكبر أزمة إنسانية تقرير الأمم المتحدة قبل أيام يقول أن هناك 15 مليون على حافة المجاعة فبالتالي نحن أمام همجية مفرطة وفجة وغليظة ولا يمكن أن توصف ولا يمكن تحملها نحن ننادي الآن الرئيس الحكومة والرئيس الجمهورية أن يكون لهم صوتاً واضحاً وموقفاً يمثل تطلعات الشعب اليمني ويرتقي بهم إلى مستوى المسؤولية خاصة الأخ عبد الملك الذي نتمنى أن لا يحرق مستقبله السياسي خاصة وهو في هذا العمر إذا لم يكن لديهم حس الانتمال العمل الوظيفي الذي يقومون به فلانتصر لأنفسهم ولكرامتهم ولمستقبلهم السياسي على الأقل إذن برأيك هناك من يربط آثار ما حدث في منطقة الهجر في أعقاء بلقاءات قيادات النخبة الشبوانية مع قيادات المجلس الانتقالي في عدن هل من آثار لذلك؟ هو بالفعل كان يقال أن هناك اجتمع حصل قبل هذه العملية في عدن بين المجلس الانتقالي الانفصالي المتطرف المدعوم إماراتيا وبين ما يسمى بالنخبة الشبوانية عناصر من النخبة الشبوانية التي هي مليشيات محلية مدعومة من الإمارات وليس لديها رصيدا شعبيا يمكن أن نقول أنها تمثل إرادة أبناء شبوى فبالتالي ربما كان هو الشيء المضحك والشيء المثير للسخرية أن الإمارات تمارس مثل هذه الأعمال التي هي إرهابا حقيقيا وجريمة بشعة تمارسها الإمارات تحتهافة مكافحة الإرهاب مع أن الإمارات حسب تقرير الخبراء الذي صدر في أغسطس العام الماضي تقرير الخبراء التابع للقناة العقوبات الدولية في الأمم المتحدة يدين الإمارات وورد في التقرير أن الإمارات تدعم مليشيات إرهابية وأن كثير من عناصر الإرهابية التي كانت تسيطر على بعض المناطق الجنوبية بعد انقلاب الحوثي وصالح تم استيعابها في مكونات المليشيات التي شكلتها سواء الحزام الأمني أو النخبة الشبوانية أو النخبة الحضرمية فبالتالي هناك أعداد كبيرة من الجماعات أو من العناصر الإرهابية التي كانت تسيطر على المناطق حاولت الإمارات أن تستفيد من هذه العناصر لتقوم بتوضيثها في ضرب الدولة في ضرب النسيق الاجتماعي في تصفية كل من كان له إسهام واضح في الوقوف ضد مليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية فبالتالي هنا يتكشف للجميع ولمتابع أن هناك تكامل ما بين الدور الإماراتي والدور الحوثي في استهداف الإنسان اليمني والسيادة اليمنية والجغرافية اليمنية نعم إذن لحل لديك تفسير أستاذ خالد للوجود الإماراتي في المحافظات الجنوبية يعني على الأقل أمام العالم يعني ما هو سر بقاءها محافظة محررة من مليشي الحوثي وبعض المحافظات لم تطلها أو لم تطأ قدم الحوثي فيها فلما تكون موجودة؟ يعني على سبيل المثال حضر موت لم يكن هناك وجود للحوثي كان هناك ما يسمى بتنظيم الدولة ولا قامعة أنصار الشريعة هؤلاء كان هناك صفقة تمت في الظلام ما بين التحالف والسعودية والإمارات التي هندس هذا الاتفاق وكان هناك صفقة في الظلام وتم استيعاب هذه العناصر الإرهابية التي هدد بها صالح بأن اليمن سيذهب إلى تسيطرات الجماعة الإرهابية وإلى القاعدة والحوثي سيسطر على الشمال وأجزاء كبيرة من المناطق الأخرى الشرقية والقوف وغيرها حينما هدد صالح بالصوملة فبالتالي يعني الإمارات سيطرت أو استفادت من العناصر الإرهابية وجندتها وهي الآن تمارس إرهابا بهذه الأدوات التي أصلا كان علي صالح يبتز الشعب اليمني بها وكان صالح يستخدم مثل هذه الجماعات الإرهابية ويوظفها في تأخير كل الاستحقاقات الديمقراطية ونحن نعرف أن طول البرلمان اليمني من 2003 وإلى الآن حوالي 18 سنة وأكثر كان يؤخر كل الاستحقاقات الديمقراطية ويخوف الناس ببعض الإرهاب والصوملة فبالتالي كذلك مسألة المهرة المهرة لا يوجد فيها إطلاقا وليس هناك ما يبرر أي وجود عسكري سواء السعودية أو الإمارات لكن الإمارات السعودية لديها أجندة خاصة وهناك محاولة لتقاسم النفوذ على الأرض هذه هي الأهداف التي جاء التحالف أو ما يسمى التحالف العربي الممثل بالسعودية والإمارات جاء من أجلها إلى اليمن من أجل السيطرة وتقاسم النفوذ أما أنه يريد استعادة الدولة بمؤسساتها الدستورية والديمقراطية فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن ننتظر منها أولئ الذين لا يؤمنون بفكرة حقوق الإنسان ولا بفكرة الدولة ولا بفكرة الديمقراطية ولا بفكرة المؤسسات ننتظر منهم أن يستعدوا الشرعية وعلى الشرعية أن تستفيق وأن تدرك أنها في خطر وأنها ستكون مسألة تاريخيا إذا لم يكن هناك موقفا واضحا من الشرعية لتحديد موقفها الآن قبل فوات الأوان إذن المنشأة النفطية كما تقول كل المؤشرات هي تعد النقطة الصراع كون هذه القبال هي من تقوم بالإشراف أو بالحماية خط الأنابيب ما هو هدف الاستحواذ على الخط النفطي؟ لا شك أن هناك أطمع اقتصادية هناك أطمع اقتصادية واضحة يعني الجزر المطلة على باب المندب ميون وغيرها التي تم استحتاث قواعد أسكرية إماراتية فيها كذلك الإمارات لديها قواعد أسكرية كانت في الصومال وطردت من الصومال وهناك إشكالية كان بينها وبين جيبوتي وطردت من جيبوتي هناك تعاون أسكري قديم بينها وبين أريتيريا الإمارات لديها ربما تكون هي أدالي بعض القوى الاستعمارية التي تحاول أن يكون هناك تواجد لها عبر الأدوات الخشنة عبر هذه الميليشيات والعجيب أن بعض الأدوات أو بعض القوى الدولية التي هي قوى استعمارية في الأصل تستخدم الإمارات والإمارات تستخدم هذه الميليشيات الإرهابية التي من خلالها تسيطر على الأرض وهذا يعتبر خرقا للقانون الدولي ويعتبر تهديد حقيقي للملاحة الدولية ولطرق التجارة الدولية وبالتالي نحن أمام صلف واضح وأمام أطمع مكشوفة وواضحة للإمارات والسعودية وربما هناك قوى استعمارية هم موكلة لقوى استعمارية تريد أن يكون لديها موطئ قدم وتحن لماضيها الاستعمارية نعم إذن هناك أيضا من يقول أن هذه التحركات تأتي كرد فعل تجاه المحافظ الجديد والذي بدأ بإصلاحات يقوم بها ما دواقع ذلك؟ المحافظ أعتقد خلال شهرين أو أقل من شهرين عيين وكان له نزول ميداني أكثر من ثلاثين أو أربعين أكثر من خمسة وثلاثين نزولا ميدانيا إلى كثير من المرافق سواء المرافق الحكومية أو كان له دور كذلك في عملية لملمة الصف الداخلي في شبوى وهو شاب نشيط بدأ يشتغل بشكل واضح فيبدو أن مثل هذه الحادثة التي حصلت قبل القريمة الكبرى التي المدانة القريمة الإرهابية التي رح ضحيتها أبريا هذه ترد أحد الأوائق التي يراد من خلالها أن تنزلق شبوى إلى مربع الفوضى ولا يراد إطلاقا لشبوى أن تستقر لأن استقرار شبوى سيعود بالخير على أبناء شبوى وعلى اليمن بشكل عام كون شبوى أحد أهم الروافد الاقتصادية للاقتصاد اليمني نعم إذن اسمح لنا أن ينضم معنا الأستاذ علي الأحمد القياد في المقاومة الجنوبية سابقا من الرياض مساء الخير أستاذ علي مساء النور على سارة أختي الكريمة مساء الخير لأستاذ المشاهدين الجميع أهلا بك أستاذ علي الشباكات راح ضحيتها قرابة عشرة مواطنين ما الذي يحدث في شبوى بالضبط؟ بداية نترحلنا الأرواح جميعا بحايا هذا الحادث المؤلم من الطرفين سواء من أفراد المخباة أو من رسل المحضار وكلهم من أبناء شبوى وكلهم أبناءنا وأهلنا الأمر الآخر أمام هذا الحادث نجد هناك نوع من الانقسام وهناك من يوجه ما حصل توجيها سياسيا فمن كان عنده رأي حول مثلا النخبة وتدخل الإمارات يصور الأمر أنه عملية لضرب الاستقرار في شبوى أو لتقويض مثلا ما بدأ من عمل يقوم بالمحافظة أو غير ذلك هناك طرف آخر يعني أيضا يحاول توظيف هذا الأمر بأنه يعني يوال إرهابيين أو غير ذلك وما هي حقيقة الأمر أستاذ علي حقيقة الأمر هو وضع عام وشامل في المناطق المحررة يعني سواء في عدن أو شبه وغيرها ومثل هذا الحادث حصل من قبل في لا حد في عدن بصور مختلفة قد تكون أقل في عدد الضحايا لكن نفس الطريقة تكررت مداهمات بلاغات كيدية عدم تحقق من الأمور والذين يباشرون هذه الأعمال ليسوا قوات أمية شباب غير مدربين ولا مؤهرين ولا يلتزمون بالحقوق التي تكون للمعتقل أو الذي يرد اعتقاله هذه المشكلة أربع سنوات من تحرير مدينة عدن وتحرر المناطق وعودة الشرعية إلى العقب الموقفة عدن مع الأسف الشديد منذ حصول التباين الواضح الذي بات معلن بين دولة الإمارات وبين الحكومة اليمنية لم يتسنى بناء أجهزة أمنية البناء المؤسسي المتعارف عليه على سبيل المثال مدينة عدن لم يوجد فيها حتى الآن أقسام شراط وبحث جنائي وأمن سياسي ودوريات وقوات خاصة تتبع لسلطة واحدة التي هي سلطة الدولة ما حصل هو تفريخ لقوات سابعة للتحارف تنفذ مهام ضبط فقط ولا تضبط الأمن بشكل عام إنما نقاط تفتيش ومعتقلات في شبوة تم استمساق نفس الفكرة فكرة إنشاء نخب ومع الأسف الشديد هذه النخب أربع نخب كل نخبة تتبع لقبيلة معينة وليس لها شكل هرمي مؤسسي يتبع للدولة لا يوجد سجون تابعة للدولة لا يوجد نيابة لا يوجد قضايا يبط في قضايا كيف تترك البلد بأيدي كما وصفتم أنت شباب غير مدرب لا يتبع أجهزة أمنية حقيقية لما تصمت الحكومة على مثل هذا الفعل تفريخ لجان مسلحة لا تنتمي لأجهزة الدولة وليست مدربة بالشكل الكافي ولا لديها المنهجية في التعامل مع أي اختلالات قد تحدث ما ساعد على تشكل هذا الشكل الغريب العجيب في المناطق المحرضة هو عدم وجود الدولة بالشكل المطلوب سواء بناء مرساة جديدة أو حتى في الفترة الماضية قبل الحرب مثلا حظ شبوة كانت لا يوجد وجود للتشكلات الأمنية بالشكل المطلوب فعندما جاء هذا الدعم أن دفع شباب من أبناء شبوة وهناك من يبرر وهناك من يعني أن هؤلاء فرضوا الأمن وهذا حقيقة يعني مثلا في مدينة أساق تم منع السلاح لكن هذه الإنجازات وإن كانت إيجابيات وتشكب لهذه التشكلات لكن هي لا تعتبر شيئا إذا لم تكن خاضعة لدولة لأن عدم خضوع هذه التشكلات للدولة يجعل كل منجز يتم يذهب هباء مثلا في شبوة شب المثالي القوات لو افترضوا أنهم قبضوا على المطلوب إن تذهبون به لا يوجد سجن في مثلا مدينة أساق ولا يوجد نيابة ولا قضايا يبق في قضيته يذهبون به إلى مقر قاعدة أسكرية في بلحاف مثلا مثل قاعدة بير أحمد اللي تتشكل لدينا قنتنام أخرى ومعتقلات لا يدري لا تدخلها أي لجان حقوقية أو منظمات ولا تدري الدولة ماذا يدور داخلها وينفج عنها ما بدأ ينتشر ويظهر للإعلام بعد أن كنا نعرف من الثنوات الذي هو التعذيب والجرائم التي تحصل والقتل الذي حصل لبعض المعتقلين ويعني مثل هذه الأمور التي توتر الوضع أكثر وتجعل من المعتقلين المفتقنين يخرجون من هذه الشجون بنفسيات غاضبة حافظة على المجتمع برمكة هذا المسار استغلوا الحوثي كما رأينا في عدة مداخلات لقياداتهم بعد تفاقص تكلم عندما يعيروننا بهذا الواقع ما يجري هو اختلال في العلاقة بين التحالف وبين الشكومة اليمنية يجب وجوبا وضرورة أن يتم تصويب هذه العلاقة لتنتهي مثل هذه الأخطاء عندما يتم توجيه شباب لمداهمة قرية كاملة ويتم قصف بيوت ويتم يعني يقتل أطفال وتروع نساء وتحطو هذه الكارثة أكثر من ثمانية قتلة من المدنيين وربما أربعة أو خمسة قتلة من النخبة ما كنا بحاجة لهذا ففي شرب وهناك أعراب وهناك وساطات قبلية يمكن أن تجنب المحافظة مثل هذا العبث الذي كنا نخشى أن يستنتخ ما جرى في عدن في شبوة وكانت الأمور إلى فترة قريبة بالحد المعقول لا تزال ولكن مثل هذا الحادث سيقودنا إلى وضع مشابه لعدن إن لم يتم تداركه وتحكيم العقل وحل هذه المشكلة هناك لجنة الآن شكلت وإن شاء الله يتم إيقاف النزيف وعدم تكرار مثل هذه العملية مرة أخرى وكما أكد مرة أخرى أن المشكلة أميقة لابد من تصويد العلاقة وإنضاء كل التشكيلات للحكومة وبناء نفس الدولة لتحقق التحالف الهدف الأساسي الذي أتى من أجله وهو إعادة الشرعية في الشرعية الجمهورية الإيمانية نعم إذن كررت أستاذ علي أكثر من مرة أن هناك ربما تكرار لما يحدث في عدن في بعض المحافظات برأيك ما هي مخاطر نقل تجربة عدن إلى بقية المحافظات الجنوبية ومنها شبوة نحن منذ البداية كنا وقفنا ضد المشروع الحوثي وضد الانقلاب لأنه كان انقلاب على مؤكسات الدولة ووضع مشرفين ووضع ميليشيات في كل مرافق الدولة الأمنية والمدنية وغيرها بعد خروج الحوثي وطرد من مدينة عدن كنا نأمل أن يتم البناء بالشكل المطلوب وأن يعود للدولة حيبتها لكن مع الأسف لم يتم ذلك ويعني ما نرا في عدن طوال أربع سنوات من اختلالات أمنية اختطافات لأطفال ونساء وجرائم وتقطع وسط مدينة عدن ووضع متردي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى إذا انتقل إلى محافظة مثل محافظة شبوة محافظة قبلية يمتلك أهل السلاح سيقودنا إلى اقتتال ومزيف لا يمكن إيقافه سيدخل المحافظة التي بدأنا نتلمس بدايات إن شاء الله في حقيقة نوع من الاستقرار والثنية مع المحافظة الجديد وتكاثف أبناء شبوة حوله سيقود إلى فوضى وإلى تقويض لكل منجز يمكن أن يتم تحقيقه نعم أمنى أن يتكاثف أبناء شبوة مثل ما حصل في حضرموت عندما وقف أبناء حضرموت جميعا صفحا واحدا لوقف مثل هذه الأمور ونرعا ما استقرر الوضع في حضرموت أكثر بشكل أفضل من عدن شبوة إن شاء الله ستجاوز هذه المحنة وتلتقر أبناءها يعني خلف لجنة الوساطة لإنهاء هذه المشكلة ومنأت كرار مثل هذه الحوادث نعم إذا شكرا جزيلا لك علي الأحمد القياد في المقاومة الجنوبية سابقا كنت معنا عبر الهاتف من الرياض عود إليك أستاذ خالد أستاذ خالد سمعت الحديث الأستاذ علي وربما دعنا نقف عند نقطة متى ستحاول الحكومة إعادة العلاقة بينها وبين التحالف لحل كثير من الاختلالات التي تحدثها ميل التحالف عن الأهداف التي جاء إليها ما رأيك وفي الحقيقة تحدث الأستاذ علي بكل مرارة وبكل وضوح في نفس الوقت فبالتالي نحن أمام معضلة حقيقية هذه المعضلة بدأت من اللحظة الأولى للتدخل العربي في اليمن لم يكن هناك اتفاقا واضحا مكتوبا يعدد مهام هذا التدخل ويزمينه وما هو دوره دور الحكومة الشرعية ودور التحالف في هذه العملية العسكرية التي هي في الأساس لاستعادة الدولة وبسط نفوذها واستعادة الشرعية بمؤسساتها المتكاملة لكن للأسف الشديد نحن أمام شرعية مسلوبة بدون شعور وبدون مسؤولية للأسف الشديد هذا مؤسف للغاية ميليشية الحوثي تعير اليمنيين وتعير كما قال الأستاذ علي تعير الذين وقفوا ضد مشروعها الميليشية وضد مشروعها السلالي وتقول لهم انظروا إلى حال عدن وإلى حال المناطق المحررة يعني ما يجري في شبوى هو محاولة يعني خبيثة للغاية من قبل الإمارات لتفقير السلم الأهلي في هذه المنطقة القبلية التي هي منطقة مسلحة وكل بيت فيه سلاح فبالتالي نحن أمام مسلسل خطير جدا هذا المسلسل الخطير هو مسلسل الفوضى القاتلة يعني إلى متى يعني سيستمر سكوت يعني الشرعية على الاستهداف الواضح لدماء اليمنيين هناك استهتارا واضحا من قبل الإمارات ومن قبل السعودية بدماء اليمنيين يعني عشرة يقتلون هكذا يعني لا تجد أنه بسبب صمت الحكومة هناك تمادي لا شك لا شك أنه نحن نقتل من الحوثي ومن التحالف ونقتل ألف مرة بسبب صمت الحكومة هذه الحكومة التي يجب عليها أن تتولى مسؤوليتها الدستورية والقانونية والأخلاقية أمام هذا الشعب الذي تركته فريسة لميليشيات محلية مجرمة سلالية وميليشيات أخرى إرهابية مدعومة من التحالف الإماراتية السعودية الذي لا يريد أصلاً الخير لليمان ولا يريد أن يكون هناك دولة قوية لليمان المطلوب الآن حقيقة من السعودية أن تحدد موقفها بوضوح يعني هل لا زالت مع الأهداف المعلنة من التحالف الذي هو استعادة الشرعية واستعادة الدولة ويعني إنهاء الانقلاب أم أنها يعني أصبحت لم يعد لديها دور وأصبحت القرار السعودي مستلباً للإمارات في المناطق الجنوبية وفي الحديدة ربما أكثر أيضاً من الجبهات الأخرى التي يفترض أن تؤدي إلى التحرير أو إلى إنهاء الانقلاب لم نعد نجد الخطوات الجادة للسير نحو إنهاء الانقلاب ليس كذلك؟ في الحقيقة وبمرارة نستطيع أن نقول هناك تكاملاً تكاملاً مكشوفاً خليقياً واضحاً واضحاً ما بين عودة الإمامة وعودة الملكية في اليمن وهذا سيكون مهدداً وجودياً للسعودية أصلاً لأن فترة ما قبل الأربعينيات وفترة الستينيات لم يكن هناك يعني لم يدخل العامل الإيراني ومفهم تصدير الثورة هناك عاملاً آخر خطيراً العامل تصدير الثورة في إيران هو عامل سيلتهم المنطقة كلها كانوا يتعاملون مع الملكية البسيطة التي لم يكن لديها بعداً إدلوقياً يعني ثورياً التي هي الإمامة التي يعني قامت الثورة 19 استمر ضدها نحن أمام متغير جديد آخر يعني يجب أن ينظر إلى مصير الدول التي أصبحت تحت سيطرة المشروع الإيراني نحن أمام تهديداً وجودياً خطيراً يجب على السعودية أن تحدد موقفها بوضوح يعني هل لا زالت مع هذه الأدافة التي أعلنت من أجل استعادة الدولة في اليمن وإنهاء الانقلاب أم أن هناك تكامل مكشوفاً مع ميليشيات الحوتي من أقل عودة الملكية في الشمال ويتقاسمون النفوذ في الجنوب مع ميليشيات محلية لديها ولاءات ضيقة مناطقية ويتم بالأخير وستكون الشرعية هي كبشة في داوت في النهاية هناك خطورة نعم إذن سمح لنا أن ينضم معنا أيضاً السيد تركي عمر باشي بعض السلطة المحلية في محافظة شبوة من هناك مساء الخير أستاذ تركي أستاذ تركي هل تسمعون ربما سقط الاتصال سنحاول العودة إلى الأستاذ تركي لنستمع إليه أيضاً ما الذي حدث في شبوة إذن قوات النخبة أستاذ عادل منعت من قبل وزير النقل من الدخول لميناء قناة الجميع تذكر ما الذي حدث بالضبط وأيضاً من دخول إدارة المنشأة الحيوية داخل المحافظة مما يجعلنا نتسأل ما الذي تريده هذه القوات بالضبط نبدأ أولاً بقائد المقاومة قائد مقاومة تعدن نائف البكري هو الذي أخرج مليشية الإنقلاب وكان شريكاً مع التحالف العربي في تحرير مدينة عدن هذا الرجل الآن ممنوع من العودة إلى عدن هل هذا يعني يصب فيما يتعلق بالتكامل ما بين الشرعية والتحالف هذا من أولاً الجبواني الذي هو وزير للنقل يمنع أكثر من مرة من زيارة المناطق الميناء والمطارات وغيرها ويصرح بذلك في أكثر من موقف وأكثر من مناسبة يعني كذلك نلاحظ أن هناك سيطرة واضحة لميليشيات الإمارات المدعومة من الإمارات على المناطق الحيوية الإقتصادية التي هي المواني والمطارات وهذه كان يمكن أن إذا تم تفعيلها لن نحتاج إطلاقاً إلى لن تكون هناك أزمة إنسانية سيكون لها تدعيات كبيرة جداً وضغطاً دولياً على السعودية وعلى التحالف العربي يعني إذا كانوا لديهم نية جادة في تخفيف معاناة اليمنيين سيتم تفعيل مثل هذه المنافذ الميناء عدن الذي هو كان الميناء الثاني في العالم في الخمسينيات أيام الاستعمار البريطاني الآن يتم تعطيل ميناء عدم بشكل كامل المطارات على سبيل المثال الإمارات تعيد سفارتها في سوريا وتبدأ الطيران الإماراتي بالرحلات إلى سوريا إلى الآن ليس هناك أي رحلة من الطيران الخليجي ولم تفتح أي سفارة ولم تفتح أي سفارة سعودية أو إماراتية في عدن ولم يسمح لرئيس الحكومة رئيس الدولة بالعودة إلى عدن وأتوا برئيس وزراء وأشبه بموظف للسفير السعودي مؤسف جدا أن نصل إلى هذا المستوى من الانحطاط في الرؤية السياسية للتحالف العربي والإمارات والسعودية إلى هذا المستوى المقرف ومن الأسف الشديد أن تكون هذه الشرعية بهذا المستوى من الرضوخ الذي ليس له معنى إطلاقاً إذن سعود إليك أستاذ خالد عدا إلينا الأستاذ تركي عمر باشي بعض السلطة المحلية في شبوة عبر الهاتف مساء الخير أستاذ تركي مساء النور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وبداية حدثنا عما حدث بالأمس من قبل اللجنة أو النخبة الشبوانية أولا نسعد الله مساءك ومساء مشاهديكم الكرام ما حصل في مديرية مرخة ما حافظت شبوة من اعتداء من قبل ميليشيات النخبة الشبوانية هو اعتداء سافر ومرفوض تماماً ولا يستند إلى أي مساء قانوني ولا قضائي مهاجمتهم لهذه المنطقة ولهذه الأسرة اسوة بمهاجمتهم لمدينة حوضة الفقيع علي في مديرية ميفعة نفس النموذي ونفس اليوم هو يوم جمعة وصاد في حوضة الفقيع علي نفس يوم الجمعة أختي الكريمة الهجوم على هذه المديرية لا يستند إلى أي توجيهات لا سلطة قضائية ولا سلطة محلية ولا يعلم بها يعني غير توجيهات خارجية تصدر لهم من قيادة بالحاف وأفراد وأوامر شخصية ما حصل من قتل في آئلة الهاشمي هينة السادة من قبل مليشيات النخبة وأيضا قتلى من مليشيات النخبة الشبوانية يدل على أن هناك استفزال لمشاعر الناس وأصبحت أرواح الناس رخيصة مهاجمتهم في أي لحظة في أي وقت يعني وسلطتنا المحلية والتنفيذية يعني لا يأنيهم هذا الشيء نهائيا لماذا؟ ما هو دور السلطة المحلية في مثل هذا الذي حدث في مثل هذه الحادثة؟ لا يفترض أن يكون هي المرجعية الأمنية هي اليد الطولة في المحافظة؟ السلطة المحلية مشغولة بترتيبة تنمية هذا مسيرة المحافظة الجديدة يقول نحن في تنمية ويعني أعتقد أن أعماله الأمنية يعني شبه أنها مجمدة تماما وهناك يعني أيضا صمت يعني من الشرعية في ما يحصل من قبل مليشيات النخبة محافظنا القديم نطالبه عبر قناتكم الموقرة ونطالب أعضاء السلطة المحلية في المحافظة نطالبهم بوقفة جادة مما يحصل في المحافظة من تقسيم المحافظة بالمليشيات وتقسيم المحافظة بالمعسكرات وأصبحت المحافظة مربعات كل مربع لها فرد وكل مربع تحكمه جهات أخرى نعم إذن هل حدثت من قبل أحداث مشابهة لما حدث في مدرية مرخة تجاوزت النخبة الشبوانية بهذا الشكل دون توجيه من أي سلطة كما تحدثتك نعم حصلت تجاوزات منهم كثيرة وقد عرضتها على قناتكم وهي في مدينة حوطة الفقية علي هناك كان حرق للبيوت وهدمها وتجاوز الأشخاص وقتل واعتقال يعني بالعشرات ودون أي مسوق قانوني ولم تعلم السلطة المحلية ولم نرى أي استنكار منهم لذلك مطالبتنا للمحافظة وضع حد لهذه التصرفات نطالب مدير أمن المحافظة وضع حد نطالب وزير الداخلية أيضا بالنظر في الموضوع فأصبحت المحافظة شبوه مربعات فكل مربع يحكمه جهات أخرى وأفراد نعم إذا شكرا جزيلا لك تركيا عمر باشي بعض السلطة المحلية في شبوة كنت معنا عبر الهاتف من الرياض أستاذ خالد يعني استمعت لحديث الأستاذ تركي للأسف السلطة المحلية لا دور لها جاد لما يحدث وربما كما هو واضح أن النخبة الشبوانية فوق أي سلطة موجودة خاصة أنها تحركت دون توجيه من قبل أي سلطة إلا تفسير الأستاذ تركي بأنها ربما توجيهات خارجية يعني نحن أمام بالفعل تعطيل كامل لمؤسسات الدولة لمؤسسات القضاء ليس هناك كما يقول يعني ليس هناك أي مسوغ قانوني أو أخلاقي للهجوم على قرية في صبيحة يوم الجمعة هذا اليوم المقدسة لدى المسلمين يعني بطريقة فيها أعلى منسوب من الهمجية والاستعلاء والغطرسة التي يراد منها تفخيخ الوضع السلم الاجتماعي وإحداث اقتتال داخل هذه المدينة التي يعني كان يعول على أن تكون نموذجا آخر لمارب ولكن يراد أن تلحق قصرا بعدا بالتالي نحن أمام همجية مفرطة يذكر ضيفكم أن هناك هادن للبيوت وهذا سلوك مليشيات الحوثي يعني يذكر أن هناك قتل أكثر من مرة يحصل قتل خارج إطار القانون فبالتالي نحن أمام مؤامرة كبيرة أمام استهتار واضح بدماء اليمنيين أمام أعلى منسوب من الغطرسة الذي يجب أن يكون هناك موقفا واضحا من المحافظة الجديد لإيقاف مثل هذه العبثية وأن يثبت يعني وأن يكون هناك تحميل مسؤولية يعني من يؤدي من يقوم بهذه الأعمال نعم على إنشاء لجنة لتقصي الحقائق والتحقيق لما يحدث اللجنة التي أمر بتشكيلها وزير الخارجي أنا إبريس وزير الداخلي وزير الداخلي طبعا اللجنة وصلت قبل ساعات وصلت معلوبة أنها وصلت قبل ساعات وستبدأ احتمال بممارة هل تجد أنها أحد الخلول المنطقية؟ يعني أولا تحصل حوادث كثيرة ويتم إنشاء لجنة التحقيق لجنة التحقيق لا ندري بعد ذلك أين تذهب نتائج لجنة التحقيق نطالب أن يكون هناك إطلاع للرأي العام بنتائج التحقيق وأن يكون هناك محاسبة للمتسببين وتقديم هؤلاء الذين اقترفوا هذه الجريمة البشعة التي راح ضحيتها أكثر من عشر من الأبرياء تقديمهم إلى القضاء ونطالب قبل ذلك بتفعيل مؤسسة القضاء من المحزن والمؤسف أن المناطق التي تحت سيطرة التحالف العربي أو الاحتلال العدوان الخارقي يعني ليس هناك إطلاقا تفعيل لمؤسسة القضاء بينما ميليشيات الحوثي تفعل مؤسسة القضاء وتظهر وتتصرف ميليشيات تتصرف كدولة بينما التحالف العربي ومعه الشرعية في المناطق المحررة يتصرفون بهذه الطريقة الميليشيوية الفجة التي تفقد الأمل وتفقد أمل الناس ربما يخرج الناس عن الطور ربما يكون هناك تحركا جديدا يعني ضد عسكريا ضد الإمارات وربما يتقاوز هذا الشرعية وأنا أعتقد أنه 2019 سيكون هناك يعني عامل مفاجآت إذا استمرت الشرعية بهذا الصمت وهذا العقز واستمر التحالف السعودي الإماراتي بهذه التقاوزة الخطيرة لا شك أن سيكون هناك يعني سيخرج الأمر عن السيطرة كذلك يجب أن يكون هناك تعويض للمتضررين والاعتذار لهم وحل لكل التشكيلات الميليشوية التي تعمل من خلالها الإمارات على تفخيخ الوضع الاجتماعي وعلى إحداث صراعا داخلي كما يقول الضيفكم أن هناك المهرة أصبحت مربعات بالتالي نحن أمام يعني ميليشيات متعددة ليس لديها يعني منظومة ولا مرجعية أخلاقية ولا مرجعية قانونية تمارس يعني هذه الأنشطة الإجرامية بإعاز من أطراف خارقية كذلك يجب أن يكون هناك تفعيل حقيقي لإجهزة الدولة وأن يكون هناك سيطرة كاملة لإجهزة الأمنية في المحافظة ويكون هناك إشرافا مباشرا من المحافظة على هذه الإجهزة الأمنية بحيث تكون شبوى نموذجا ناجحا ولا نريد أن يتكرر سيناريو عدا في شبوى إن شاء الله نعم إذن شكرا جزيلا لك أستاذ خالد عقلان الكاتب والباحث كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني الشكر لكم أيضا لمشاهدنا الكرام لحسن متابعتكم لنلتقيكم في مساء اليمني الجديد كنوا برعاية الله ومنه المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة